كمان زيارة السيد الرئيس للهند بتتزامن أيضا مع مرور 75 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولتين مصر والهند كيف تطورت هذه العلاقات طوال هذه الفترة؟ ده اللي حنعرفه من الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية في مركز دراسات الأهرام صباح الخير دكتور أهلا بيكس مصطر أهلا بحضرتك يعني ربما لا يعلم كثير من المتابعين ماها طبيعة العلاقات المصرية الهندية ربما بتعود إلى أزمنة سابقة لو ترصد لنا كده ببساطة شديدة كيف بدأت العلاقات المصرية الهندية وكيف تطورت عبر هذه السنوات يعني العلاقات المصرية الهندية هي علاقات ذات طبيعة قصة لها خصوصية حقيقية ومهمة من عدة زوائق أولا هي علاقات تاريخية قوية يعني تأسست هذه العلاقات بشكل قوي عندما كان الاحتلال الإنجليزي لمصر والهند وألهامت ثورة 19 أيضا والمهات مغندي في الهند والمقامة السلمية التي أفضل إلى تحرير البلدين ثم جاء عقل الخمسينات الذي شهد درجة كبيرة من التنصيق بينهما بين تأسيس عبد الناصر وجوائر النهرو وتأسيس حركة عدم الحياة التي كان لها دورة مهمة في ضبط مصاري العلاقات الدولية في ظل حالة الاستقطاب الدولي الشديدة حتى بعد الحرب الباردة وهي نفس الأجواء التي نعيشها الآن وبالتالي هي علاقات قوية على فكرة بطاق واسم سياسية واقتصادية وثقافية وحضارية الحضارة الهندية متشابكة مع الحضارة المصرية القديمة وهي علاقات قديمة ترجع إلى ألاف سنين وبالتالي هذه الأسس القوية الراسخة التي وضعت أساساً قوياً ومتيناً لتطور العلاقات بشكل منتظم نشاهدت طفرة حقيقية في عهد الرئيس السيسي في السنوات الماضية خاصة منذ زيارة الرئيس السيسي في سبتمبر 2016 ودشانت مرحلة جديدة من العلاقات والطفرة الكبيرة يعني على المستوى الاقتصادي على سبيل المثال وبالغة الأرقام حجم التبادل التجاري بينهما يتجاوز 7.5 مليار دولار يضع الهند في مقدمة الشرقاء التجاريين لمصر وبالتالي هي علاقات قوية علاقات متينة تقوم على المصالح تقوم على الاحترام المتبادل تقوم على التنصيق السياسي الهند كدولة مهمة تشارك اقتصاد على مستوى العالم يديها مزايا نسبية وتغارب وأشهد الرئيس السيسي في كلماته منذ رفضات بالتنمية المستدامة وتبروكة الهند الاقتصادية التي جعلتها في مقدمة دول الاقتصاد العالم في مجموعة العشرين في مجموعة البريكس وفي المقابل مصر كدولة اقتصادية اقتليمية مهمة هي اقتصاد واعد لحقق معدلات نمو مرتسعة رغم تحديات الأزمات العالمية ده العديد من الفرص المهمة والوعيدة لجذب الاستثارات الهندية في مشروعات الانلاقة محر التنمية العاصمة الهدرية وغيرها وبالتالي هناك مصالح مشتركة لتدعيم هذا التعاون الاقتصادي بما ينفع البلدين صحيح ويمكن تفضل أن هذه الزيارة حقيقة تأتي في السياق ما نسميه دي بالمسيط التنمية المصرية السيدة المصرية والرئيس السيسي دائما ما يوظف هذه الزيارات هذه العلاقات وبناء شراكات مع كل العالم شرقا وغربا كل التجارب التنموية المهمة في العالم ومنها التجربة الهندية كتجربة مميزة والهدف هو تعزيز الاقتصاد المصر تعزيز التنمية في الداخل بما يعود بالنفع في نهاية المطافة على المواطن المصر ولذلك هذه الزيارة مهمة في توقيتها مهمة في مقرداتها في ظل حتى الأزمات العالمية التي تتطلب التنسيق ومزيد من التعاون بين دولتين ومهمتين على المستوى الاقتصاد الدولي وعلى المستوى السياسي صحيح يمكن دكتور العلاقات الاقتصادية الآن هي حديث العالم كله لو بنتحدث عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وما بين الهند ويمكن حقيقة كنت بتقول أنه ترى مصر نافذة للشرق الأوسط ولدخول الشرق الأوسط لو تكلمني عن أهم المجالات والقواصم المشتركة فيما يخص الاقتصاد بالطبع كل مصر والهند لديهم مزايا نسبي الهند لديها مزايا مهمة يمكن أن تقدمها لإقتصاد المصري هذه المزايا الهند معروفة ومشهورة في تكنولوجيا المعلومات لديهم وادي بنجلور والذي يناظر وادي السلكون في أمريكا الهند لديها خبرة كبيرة أيضا هناك تجربة تنموية في المشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة في المشروعات الرياضة للعمال أيضا في التنمية المستدامة ونحن في التعاون الاقتصادي والتعاون الغذائي في مجال أمن الغذاء في ظل الأزمات العالمية وارتفاع الغذاء العالمية الهند أيضا أحد منتج القمح المهمين وبالتالي كل هذه مجالات لتحقيق التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات المختلفة في مجالات النقل في مجالات التكنولية والمشروعات البنية الأساسية وغيرها من المشروعات تمثل أهمية كبيرة نعم دكتور مهمة أيضا أن مصر الآن تعد بوابة الهند للشرق الأوسط وإفريقيا نحن نعرف أن الهند أيضا من القوى العالمية التي تنافسها لإفريقيا مثل الصين، مثل أوروبا، مثل أسيا، مثل أمريكا وهي تدرك جيدا أهمية مصر كدولة مفتاحية في منطقة الشرق الأوسط اقتصاديا وسياسيا وأيضا الهندي أيضا تعد مدخل مهم لمصر في الأسواق الأسوية الهند يديها مليار و300 مليون نسمة لسوق مساعة للسلع المصرية ولذلك كان جزء من لقاء الرئيس السيسي في هذه الزيارة مع كبريات الشركات الهندية العالمية وبالتالي عرض الفرص الوعدة في مصر جاسب للتصمارات حقيقة هي تمثل زيارة مهمة وتشكل دفعة لمزيد من تطور العلاقات بين مصر والهند صحيح دكتور يعني يطلقون على الهند صيدلية العالم وفي مصر هنا أيضا ربما احنا متقدمين جدا أيضا في صناعة الدواء وبنصدر للسوق الإفريقي والعربي ومعروف الأدوية المصرية يعني كيف تنتشر في الإقليم ما هي الفرص التعاون في هذا المجال وخصوصا أن يعني فيه أنباء عن توقيع التفاقيات في هذا الملف بالتحديد يعني بالطبع هذه نقطة مهمة صيد مصطفى لأن الهند كمانت أشارتي في دولة العالم هي لديها تقربة وصناعة رائدة في الصناعات الدوائية هي تمثل كم مهمة أيضا مصر أيضا لديها تقربة مهمة في الصناعات الدوائية ومصر مصدرة للأدوية وبالتالي هذا يساهم بشكل كبير في تعزيز القطاع الصحي والقطاع الطبي خصوصا أن مصر طول أهمية كبيرة للمواطن المصري والمبادرات المصرية المختلفة التي فيه حتى في معالجة الأمراض المستعطلية ومبادرات فيروسي وغيرها من الأمراض المزمنة لا تشكل أيضا تبروها ملهمة أيضا للهند وبالتالي هناك نوع من الطلاق والاستفادة المدفقدلة في هذا القطاع المهم المهم خاصة بعد جهة كورونا وتأصل الدول العالم يعني استطاعت مصر والهند أيضا أن تنتج اللقحات أيضا في الداخلها وأن تصبرها أيضا لنطاقها الإقليمي مصر والإفريقيا والهند أيضا لدول المجاورة وبالتالي الهند هي تجربة حصوصية لها زيادة حصوصية تجربة مهمة هي تجربة تنموية مختلفة حتى ربما عن التجارب الأخرى وبالتالي يمكن الاستفادة من المزايا النسبية لهذه التجربة المهمة التي استطاعت أن تتجاوز أيضا وتنفع وتحفظ معدات الفقر وأن تصبح يعني سادس أكبر اتصاد على مستوى العالم وهي المجموعة العشرين هناك رفق أيضا مهمة للتعاون وهو أن الهند عدو في منظمات بريكس التي تضم بالصين وروسيا والبرازيل وضنوبة تركيا ومصر مرشحة للانضباب لهذه المجموعة وبالتالي هناك تقدير وهناك رهانات هندية وعالمية على الاقتصاد المصري هذا بيعكس حقيقة قوة الاقتصاد المصري وسعي الدول المختلفة لبناء شركات معه العالم بعد أزمة كورونا وبعد الأزمات الحالية والأزمة العالمية يبحث عن التعافي الاقتصاد إلى أين؟ يبحث عن الاقتصادات الأرواعية والمهمة مثل الاقتصاد المصري وبالتالي هذا بيعطي ثقل وتقدير واستضافة الرئيس السيسي ودعواته تضيف شرف يوم الكمهورية وتقدير للرئيس السيسي وتقدير لمكانة مصر وقوة مصر وتقدير أيضا للفرص الكبيرة التي يمكن توظيفها لتعظيم التعاون بين الجانبين صحيح يا دكتور يمكن بيعكس رؤية واضحة ومشتركة مع حالة عدم الاستقرار اللي حاصل اقتصاديا وعالميا لكن هنا هذه زيارة تعكس رؤية مشتركة بشكل واضح ما بين الهند وما بين مصر هذا صحيح لأن الآن في ظل الأزمات العالمية سوطا الاستمرار الأزمة الروسية الأوكدانية وعدم وجود حتى الآن أفاق لنهايتها بالطبع يبرد هنا التنفيق المصري الهندي في مواجهة التحديات على قل في الأمن الغذائي نحن نعرف أن ارتفاع الصعر الغذائي عالميا ومصر أيضا تأثرت سلبا وأيضا الهند تأثرت سلبا وبالتالي لديهم من الانحية الاقتصادية دور في ضبط إقاع هذه التحديات وتقليل تداعتها السلبية هناك نقطة مهمة أيضا وهو أن مصر والهند على المستوى السياسي يمثلون الآن قوة ورسيزة مهمة في ضبط أيضا المساري العربات الدولية في ظل حالة الاستقطاب اشيئدة الحالية بين أمريكا من ناحية وروسيا من ناحية بين أمريكا من ناحية والريستين من ناحية وبالتالي أسرة التوترات وهنا يبرز الاستقطاب الدولي وهنا يبرز أيضا الوراس الكبير لمصر والهند في تأسيس حركة عدم الحياة في تبني سياسة هذا الإيجابي التي تقوم على الحياة للقنوص الدولي التدخلات السياسية للمنازعات احترام سياسة الدول ربط كل أشكال الدخولات الخارجية العسكرية وبالتالي يمثل ركيزة مهمة تضبط هذا الابتراب في العلاقات دولية في هذه المرحلة هناك مجموعة السبعة والسبعين وبالتالي هنا الرئيس يقول أهمين يتبير حقيقة لها الهند كدولة مهمة لأسلقاء الاقتصادي والأسلقاء السياسي الهند ديها تاريخ مشرف في الدفاع عن القضية العربية القضية الفلسطينية في التصويت في الأمم المتحدة كلها حقيقة مجالات مشتركة بتجعل أن هناك خصوصية حقيقية للعلاقات المصرية الهندية هذه الزيارة هي بتعكس وتبرز هذه الخصوصية وتبرز التقدير الهندي لمصر كما تبرز أيضا ما توليه مصر من أهمية كالهند كقوة صعيدة في النظام الدولي كقوة قصادية كقوة أيضا هناك رابط ثقافي رابط حضاري كلها تمثل أهمية كبيرة وتقوي طيار الاعتدال في العلاقات الدولية الذي يقوم على وتخده مصر يقوم على تعظيم التعاون الاقتصادي على التوازن بين الدول وبين الشعوب صحيح طب يا دكتور لا أحد يعني يخفى عليه دور الهندي في صناعة البرمجيات هي الدولة الأولى الرائدة عالميا في هذا الأمر يعني كلنا نعلم أن الرؤساء حتى الشركات التكنولوجية الأمريكية هنود رئيس جوجل هندي كل يعلم هذا الأمر كيف يمكن أن أنعكس ذلك على الجانب المصري وخصوصا مع تفرف مجال التعليم التكنولوجي ومع دخول الدولة وإنشاءها لعدد كبير جدا من الجامعات الأهلية والتكنولوجية المهتمة بصناعة البرمجيات في المصر في الواقع مصطفى يعني أنا قدر لها زيارة الهندي منذ السنوات وقدر أيضا نزورة وادي بنجلور الحقيقة أن الهندي تجربة فريدة ومهمة في هذا المجال هي تغربة بالفعل على أمريكا وعلى وادي السيليكون في كاليفورنيا واستطاعت من خلال أرسال ألاف والمئات الألاف من الشباب الهندي للتعليم والتعلم ثم العودة إلى الهند وبناء تغربة خصوصية الآن الهند تعبد الأولى في البرمجيات في هذا السياق يمكن الاستفادة من التغربة الهندي في ظل المفتاح المصري وفي ظل التوجه السياسة المصرية نحو الاستثمار في الإنسان الاستثمار البشري في تطوير القدرات المهنية والقدرات التكنولوجية مصر توسعت في الجماعات الزكية وحتى في المدن الزكية كل هذا يمكن الاستفادة من الخبرة الهندية الكبيرة ونحن نعلم أن هناك مشروعات كثيرة القرية الزكية كل المشروعات والتوجهات الآن تقوم على الاستخدام التكنولوجيا الحديثة وفي إطار الحوكمة وفي إطار التواجه وبالتالي هنا مجال مهم للتعاون بين البلدين بالطبع مصر أيضا مرشحة لاستثمارات هندية في هذا المجال في مجال البرمجيات في مجال تكنولوجيا المعلومات لأن مصر الآن يديها البيئة وكل البنية الأساسية البنية اللوجستية كل الأشياء متوفرة وأيضا توجه القدرة السياسية في الاستثمار في الإنسان المصري تطوير مهاراتي في فلسفة التطوير وعقل وصحة الإنسان المصري من خلال تطوير التعليم والاعتماد على التعليم الحديث الذي يقوم على المعرفة وتطوير مهارات الإنسان المصري لكي واكب أيضا مستطلبات العصر الحديث والسوق الحديثة وهنا حقيقة تبرز الهند كما أيضا استفادة مصر تستفيد من تجارب أخرى مثل اليابان الصين كلها تمثل تجارب أستوية مهمة سواء في مجال التنمال الاقتصادية والهند بالمناسبة كان ومشابه لأقتصاد المصري وفي ظل هذا التشابه وهذا التقارب أعتقد أن مصر تستطيع واستفيد كثيرا من المزايا النسبية الهندية كما أن أيضا الهند تستفيد كثيرا من المزايا النسبية للاقتصاد المصري صحيح ويمكن يعني على هامش زيارة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي للهند هناك عدة لقاءات لسيادته مع عدد من الشركات الهندية الرئيدة في مختلف المجالات ليه يمكن الحديث عن الفرص الاستثمارية الجذبة لهذه الشركات في مصر بالطبع يعني جزء أساسي من جنس الرئيس السيسي دائما في كل زيارات في كل اللقاءات دائما جزء منها الاقتصاد والالتقاء بكبرية رجال العمال والمستثمرين دائما لعرض الفرص الاستثمارية الكبيرة في مصر فكرة العلاقة بين الاقتصاد والسياسة الدبلوماسية التنمية أي تعزيز وتوظيف هذا الجانب السياسة العلاقات الجيدة لخدمة التنمية في الداخل كما وشغنا إلى نهو السعاد في نهاية المطاف على المواطن المصري لأن جزء بالاستثمارات الهندية في مصر ومصر الأهمية كبيرة قلق مزيد من فرص العمل الاشتفادة من التكنولوجيا الهندية ومن الخبرات الهندية كما هو الحال أيضا في انفتاح على التغارب التنمية الأخرى الصين اليابان الدول الأوروبية مصر الدائرة شرق أوروبا الدائرة الأسجابية الدائرة أيضا استقطية وبالتالي كل هذا المطاف يعني أن هناك مزيد من الاستثمارات الأجنبية الاستثمارات الهندية ومصر الآن هي مهيئة لأن مرحلة الانطلاق الاتصادي بعد استكمال البنية الأساسية واللجيستية الآن في مرحلة المطاف هذا الانطلاق يعني جهب مزيد من واستثمارات وبالتالي طيب دكتور ربما أنت ذكرت من شوية قصة التوازن الدبلوماسي العالمي يعني في ظل حالة الاستقطاب المتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية الدور الهندي والدور المصري اللي بيلعبوه كدول مؤثرة في قلمهم الخاصة كيف يمكن أن أعاكس ذلك دوليا في عدد كبير من الملفات رؤيتك ربما أنت أشرت إليها بشكل كده سريع ولكن أنا أريد أن أدخل شوية كيف يمكن أن يكون ذلك مؤثرا فيما يتعلق بالبريكسيت كقوة اقتصادية كيف يمكن أن يكون هذا أيضا متعلق بحالة التوازن الدبلوماسي العالمي في مصر أيضا في الإقليم المضطرب تحليلك يا فاند؟ صحيح أستاذ مصطفى دعنا نقول أننا نشهد عالم أكثر اضطرابا لم يذكرنا بجوع الحرب الباردة طبعا تزل الأزمة الروسية الأوكرانية وحالة الاستقطاب وهذا الاستقطاب والاستطراب أثر سلبا على العلاقات الدولية وعلى حتى مفهوم العمل الجامعة الدولي في مجال التحديلات العالمية التجارات المناخية أيضا الاقتصاد الدولي وبالتالي هناك حالة من الرقود وحالة من الاستقطاب وحالة من عسكرة العلاقات الدولية تقودها دول خبرى مثل أمريكا وهذا ما دعنا في المناورات والتوترات حتى في شفقة أسيا وغيرها كل هذا هنا يبرز الصوت العقل صوت الحكمة صوت الاعتدال صوت التعاون لأن في نهاية المطاط الصراعات والتوترات الكل منها خاسر لا يمكن أحد أن يكسب من هذه الصراعات وبالتالي هنا مصر والهند تقدم نموذج بما تعلق به الحياد والحياد الإيجابي على سبيل المثال الأزمة الأوكرانية والتاريخ أيضا فيه درس هام في هذا الأمر يا دكتور وما ننساش معتمر باندونج 1955 يعني هو الموضوع له أصول وجذور تاريخي صحيح ده هذه النقطة مهمة الهند لها ثقل والهند دائما مهمة في الأمم المتحدة وأعتقد أن هذا الإيجابي هو يضبط بشكل كبير هذا الاستقطاب في العلقات الدولية الهند هي دائما مع مصر من حديث القانون الدولي الموثقة الدولية ترامي سيئات الدول تعظيم العمل للجماعة الدولي مفهوم العمل في مواجهة الاتحادات العالمية توقف الأرض وواجهة تحديات كبرى جهة كورونا أيضا هديث السلم والأمن الدولي الآن الأزمات الاقتصادية لا يمكن لدولة مفردها وفي ظل حالة الأنينية والانفرادية أن تواجه هذه التحديات لابد من العمل للجماعة الدولي مصر في مؤتمر شرم الشيخ في الملاخ أيضا خرصت هذا المفهوم الاستنفار العالمي في مواجهة تأثيرات هديث الملاخ في مجال الأزمة الغزيال العالمية مصر أيضا تقول هذا الاتجاه من خلال هذا التعاون مع الكوى البريزة مثل الهند في مواجهة تقليل أثار الاقتصادية العالمية ارتفاع مدارات تضخم مع الدلالة أسعار الجزاء العالمية العالم كله يعاني الآن من الديون أمريكا عاجزة عن تداد الديون كل هذا بيبرز أهمية تغليب صوت الاقتصاد صوت التعاون وهذه هي النقطة مهمة النقطة الثانية أيضا أن الهند ومصر أيضا في إطار مجموعة 77 عدم الحياز يتعيد إنتاج تجربة الحياد وضبط هذه التفاعلات بين الكوى الكبرى لأن هناك تصابت وباكل التسلح وباكل التسلح النووي كلها مخاطر حقيقية تهدد البشرية وبالتالي الهند هي مهمة الهند أيضا بالنسبة لمصر أيضا مصر بالنسبة لمهمة مصر هي مفتاح الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وبالتالي تسويط الصراعات وبالتالي تهيئة باقة الشرق الأوسط لانظهار الاقتصادي ومن ثم لانظهارات الهندية لأن دائما الصراعات الحروب هي عدو الاقتصاد هي عدوة التعاون هي عدوة الاستقرار والاستقرار وبالتالي مصر تمثل أهمية أيضا مصر ضوابة الهند لإفريقيا ونحن نعرف أن إفريقيا الآن الكل يتنافس عليها ومصر الآن هي معبر قوي عن قضايا الإفريقية في كل المحافل الدولي يعني دائما الرئيسي في كل لقاء في كل دولة في كل مصرمت قضايا إفريقيا وهموم إفريقيا يتقال بأجندة السياسة المصرية طيب دكتور عايزي روح محضرتك لمسألة التعاون العسكري ويمكن كنا شايفين وفد هندي موجود في القاهرة منذ عدة أشهر ومناورات هندية مصرية في نيو ديلهي كيف ترى هذا التعاون؟ بالطبع تعكس أهمية وليه مصر للهند كدولة أيضا قوة عسكرية مهمة وفي محطها الهند أيضا تقوم على فكرة تعظيم مفهوم الدولة الوطنية وجرت مناورات بإطار حتى الانفتاح للمصر على كل العقائد العسكرية المختلفة في العالم يعني مصر أجرت مناورات مع كل الدول المهمة مع روسيا مع أمريكا مع كل هذه الأمور هذا طبعا بيؤكد تقدير العالمي والأزياد الدول لقوات المسلاحة المصرية وقوات احترافية لديها عقيدة عسكرية لديها قدرات وكفاءات عالية دائما وبالتالي أيضا تتيح مجال لتبادل الخبرات وتوى تبادل الأسطورة المهمة في مجال التكنولوجيا التجيسة أيضا الفتاح على النمازج المختلفة في التسليح العسكري كلها حقا بساطة قوة ومتانة وبالتالي هي بتقوي أيضا أن هناك تحديات مشتركة في مواجهة القرصانة مثلا في البحر الأحمر في المحاية الهاندي مواجهة الإرهاب التطرف أي أبدا الهند أيضا ومصر التطفقان في هذه النقطة في مواجهة التنظيمات الإرهابية في الفكر المتطرف وبالتالي مصر ديها تجربة رائضة والرئيس سيسي يعني في احتفال الشرطة قال أن مصر الآن خالية من الإرهاب أزب دائما بيسبب قوة ونموذج التغيب المصرية المجهمة لكثير من دول العالم التي مازال تشهد تنظيمات إرهابية وأفقار وحركات عنصرية وبالتالي هنا أيضا مجال مهم للتعاون واستفادة من الخبرة المصرية نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أحمد سيد أحمد خبير على علاقات الدولية بالأهرام شكرا جزيلا على وجود حضرتك معين